بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصد لهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين وبعد فهذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين آمين وصلنا إلى قوله رحمه الله الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته يعني للعالم هناك له آداب ينبغي أن يتخلق بها سواء كان في الدرس أو يعني سواء كان مع طلبته أثناء الدرس أو كان مع طلبته خارج الدرس قد يكون معهم في نزهة قد يذهب معهم في زيارة أحد العلماء أحد الشخصيات إلى غير ذلك هناك آداب ينبغي أن يراعيها أن يراعيها العالم مع طلبته ما هي هذه الآداب؟ قال وهو أربعة عشر نوعا يعني أربعة عشر أدبا الأول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع طبعا كما تذكرون أو كما يذكر بعضكم أن الشيخ رحمه الله تعالى تحدث في درس سابق عن الإخلاص والآن يتحدث كذلك الشيخ رحمه الله في هذا الفصل وفي بيان هذه الآداب يتحدث كذلك عن الإخلاص يعني بذلك يكون الشيخ ربما تحدث عن الإخلاص في ثلاث مواضع أو في موضعين تحدث عن الإخلاص وهذا تأكيد من الشيخ كما هو مذهب سائر العلماء كما هو مذهب سائر العلماء على أن الإخلاص لله تعالى هو أساس الأعمال الإخلاص لله تعالى أن تقصد بعملك وجه الله عز وجل هو أساس الأعمال كلها وبدون الإخلاص الأعمال تكون هباء منثورة بل ربما يكون العمل إذا كان خاليا من الإخلاص بل هو كذلك يكون وبالا على صاحبه ويكون شؤما على صاحبه يوم القيامة فلما كان الإخلاص الركنة الركين في سائر الأعمال الصالحة ولما كانت الأعمال الخادصة الأعمال الصالحة ولما كانت الأعمال الصالحة بدون الإخلاص لا قيمة لها لا قيمة لها ولا وجود لها إلا على الورق إن صح التعبير الشيخ رحمه الله تعالى أكد على هذا المعنى إذن الأدب الأول من الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها المربي المعلم المدرس الموجه أن يكون مخلصا لله تعالى لما تعلم لما تربي لما توجه لما تنقل هذه الرسالة لأن الله عز وجل أمر بذلك نحن مأمرون بتبليغ هذه الرسالة وبأداء هذه الأمانة كما بلغنا نحن كما بلغ أشياخنا هذه الرسالة التي تلقوها عن علمائهم هكذا كابرا عن كابرا إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وأحياء الشرع ودوام ظهور الحق هو عندما ينوي دوام ظهور الحق فهو حريص إذن على أن لا ينطق بالباطل وعلى أن لا ينهج منهج أولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل قال وخمول الباطل يقصد بها بالتعليمهم أن يظهر الحق أن يظهر الحق وأن يبطل الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها إذن هو يساهم بتكثير العلماء واغتنام ثوابهم أنا أعلمك لأن هناك ثوابا عظيما يترتب على تعليمك وعلى إرشادك إلى غير ذلك قال وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم وباركة دعائهم له وترحمهم عليه ونحن الآن كثيرا ما كنا نصرع من أشياخنا ونحن الحمد لله كذلك كلما ذكرنا أشياخنا الذين علمونا وجهونا نترحم عليهم ونحن عندما بدأنا الآن درسنا وفي كل درس نقول نقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به فإذن العالم ينوي أن يحصد بركة كذلك هناك نيات كثيرة ينبغي أن يستحضرها العالم قبل أن يشرع في تدريسه قال وبركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبينهم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه وأحكام الله تبارك وتعالى إذن فالمطلوب من العالم والمدرس والواعظ والمرشد دائما المطلوب منه أن يتفقد نيته قبل العمل وأن يتفقد نيته كذلك أثناء العمل وكذلك ينبغي على المعلم وعلى المرشد وعلى الواعظ أن يتفقد نيته كذلك بعد العمل يعني النية يفتش عنها قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل كي يحرز العامل أو الواعظ أو المرشد أو المتكلم كي يحرز الإخلاص بكامل أركانه بكامل أركانه لذلك لذلك نذكر الآن قول عبد الله التستوري لما قال ليس شيء أشد على النفس من الإخلاص ليس شيء أشد على النفس من الإخلاص لماذا؟ قال لأن المخلص دائم المراقبة لله تبارك وتعالى يراقب الله قبل العمل ويراقب الله أثناء العمل ويراقب الله بعد العمل فتأتي النفس تريد أن تقطع عليك هذه المراقبة فتبذل أنت للجهد لدفعها وردها فأنت فالمخلص في مراقبة في مجاهدة تام دائما لذلك قال الشيخ عبد الله التستوري قال ليس شيء أشد على النفس منما؟ من الإخلاص الله الله ذكرنا سابقا أظن في درس سابق أن المخلص من علامة إخلاصه أنه لا يفرحه مدح مادح كما أنه لا يحزنه قدح قادح أنه دائما نظره إلى الله الذي يعمل من أجله هل الله جل وعلا قبل عمل هذا أو لم يقبل عمل هذا بقطع النظر الناس اطلعوا فرحوا سروا انزعجوا سيئة وجوههم من هذا العمل أنا لا ألتفت لا إلى مدحهم ولا إلى قدحهم لأن المقصد في ذلك إنما هو البالي تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بالإخلاص قال فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير يصلون الصلاة من الله ما هي الرحمة الصلاة من الملائكة الاستغفار الصلاة كذلك من غير الملائكة النملة في جحرها والحوت في البحر أولئك كلهم يصلون على معلم الناس الخير يعني يدعون له بالتوفيق بالمغفرة بالرحمة أو يستغفرون له يقول الله مغفرت لفلان الله مغفرت لفلان وهكذا قال عمري ما هذا إلا منصب جسيم وإن نيله لفوز عظيم أن تنال مرتبة أن تكون معلما للناس الخير فهذه مرتبة عظيمة قال نعوذ بالله من قواطعه والمكدرات لذلك كان بعض مشايخنا دائما يقول اللهم ربنا لا تقطعنا عن طلب العلم وانا دائما أكرر هذه العبارة صراحة اللهم لا تقطعنا عن طلب العلم يا رب قال نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته موجبات حرمان العلم طلب العلم وموجبات حرمان تعليم العلم يسأل الله السلامة الثاني الأدب الثاني ألا يمتنع يعني المعلم المدرس من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم يعني قد يكون الشيخ مثلا يرى من نفسه أنه غير مخلص قال على الرغم من أنك تشعر بعدم الإخلاص ما هو المطلوب منك المطلوب منك أمران الأول الاجتهاد أن تجتهد في تحصيل الإخلاص الأمر الثاني ألا تمتنع عن تعليم هذا الطالب ليه؟ قال أن الباري تورك وتعالى ببركة هذا العلم قد يجل قلبك قد يجل قلبك قلبك وربما هذا الذي علمته أنت فانتفع من العلم ربما يدعو لك في جوف الليل فيستجيب الله دعاءه فتخدص النية تنتفع أنت بطلابك لذلك أنا سمعت بعض الشيوخ يقول دائما يقول يا بابا سمعته أكثر من مرة يقول يقول يا أبني أنا والله آتي هنا لأنتفع بكم آتي إلى الدرس لأن تفع بكم هذا من إخلاصه هذا من إخلاصه ومن عظيم تواضعه قال بعض السلف قال بعض السلف انظر الآن كيف الباري تورك وتعالى يفيض عليك ببركة العلم ما لم تكن تتوقعه أبدا قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لله قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله يعني ربما أنا هذه قرأتها في درجمة الإمام الغزالي رحمه الله أنه لما بدأ في طلب العلم وهو صغير لجأ إلى مدارس التعليم الشرعي كان يتيما رحمه الله من أجل أن يحصل الطعام والشراب لأن كان أن الإنفاق يعني كان طلاب العلم ينفق عليهم في الطعام والشراب فقال وهذا مربعا كثيرين من أهل الفضل و أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون العلم لله تبارك وتعالى طبعا متى يصبح العلم لله لما صاحب العلم العالم المعلم يستحضر في نفسه أنه غير مخلص هو الآن يعلم لغير الله عز وجل فيجتهد في تصويبي وتصحيحي وإصلاحي فسادي قلبه لا يترك قلبه هملا وإلا لو ترك قلبه هملا لا يتحول العلم من كونه لغير الله إلى كونه لله هو لم يحاول هو علي المريض لم يعالج نفسه فكيف ينتقل ويتحول قال ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس لكن الشيخ يحرض المبتدئة على حسن النية بتدريج قولا وفعلا الشيخ كأنه أراد هنا بقوله أن لا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته يعني كأن الشيخ ربما يلمس من الطالب عدم الإخلاص في العلم عدم الإخلاص في طلب العلم قد يشعر العالم بأن الطالب الآن غير مخلص قال لا ينبغي أن يمتنع من تعليمه من ينبغي أن يعلمه هو الإخلاص أن يعلم تلميذه أن يعلم تلامذته أن يعلمه الإخلاص بالتدريج قولا وفعلا قال ويعلمه بعد أنسه به يعلم المعلم تلميذه بعد الأنس بالعلم بعد أن يأسنعنس هذا الطالب بالعلم ويفرح ويسر به ويشعر بأنه لا حياة له بدون العلم وأن النور والراحة والسكينة والطمأنينة والطمأنينة مع العلم وأن الظلمة والقلق والضجرة عند فوات العلم فلما يلمس الشيخ المربي أنس هذا الطالب بالعلم ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيضي اللطائف يعني أنت الآن نلت العلم مع كونك لست مخلصا ولكن اعلم إذا تعلمت وكنت مخلصا هناك شيء تدركه وهو الرتبة العلية قال وفيضي اللطائف اللطائف جمع لطيفة جمع لطيفة واللطيفة هي كل إشارة دقيقة المعنى اللطيفة هي كل إشارة دقيقة المعنى تعرض للفهم تعرض للفهم ولكن العبارة لا تتسع لها لا تتسع العبارة لتدوين تلك اللطيفة وهذا المسمى بالعلوم الذوقية العلوم الذوقية نعم وهذا كذلك المسمى بأسرار صح التعبير أسرار الأمر وأسرار النهي كما قال الإمام الغزالي قال إنما الفقيه من يعلم أسرار الأوامر وأسرار النواهي أسرار الأوامر وأسرار النواهي وهذه أمور ذوقية يدركها الإنسان بمقدار إخلاصه فالمطلوب من المعلم أن يبين لمريديه هذا الأمر بعد أن يجد منهم الأنسى بطلب العلم وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم يعني توفيق العزم وتوفيق العزم يعني الأستاذ لما يأتيه هذا الطالب الذي شعر بأنه غير مخلص وعلم أن هذا الطالب قد أنس بالعلم لا يستطيع أن يستغني عنه ينبغي أن يعلمه الإخلاص وأن يرشده إلى أن من ثمرات الإخلاص في العلم توفيق العزم توفيق العزم يعني يعلمه أنه ببركة حسن النية يكون عزمه موفقا يكون عزمه موفقا ماذا يعني عزمه موفقا يعني أنت ما هو العزم الموفق يعني الذي تختاره في قلبك دائما يكون اختيارا موفقا وماذا يعني كون الاختيار موفقا أن يكون موافقا للكتاب والسنة بعيدا عن البدعة بعيدا عن أهواء النفس فالإخلاص دائما يتولد عنه ثمرات من هذه الثمرات كما قال الشيق إن شراح الصدر توفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال لذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ماذا قال قال يحفظ المرء على قدر نيته لأننا نتأمل هذا الكلام يحفظ المرء على قدر نيته الحفظ أحبابي أنواع ومراتب ودرجات فأنت عندما تكون مخلصا أثناء وقوفك على المنبر يحفظك الله من الزلل في القول أنت عندما تكون مخلصا في ذهبك إلى بالطريق لقضاء حاجة ما كنت مخلصا يحفظك الله عز وجل في ذهبك وإيابك أي عمل أي عمل كنت تريد أن تقوم به على قدر إخلاصك فيه يحفظك الله عز وجل يحفظ هذا الكلام يحفظ البالي تبارك وتعالى يحفظ المرأة على قدر نيته فعديموا الإخلاص لا يحفظون أبدا أسأل الله السلام قال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة الثالث من الآداب التي ينبغي أن تخلق بها الشيخ أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعده الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور وعلى العلماء على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء ومر معنا أحبابنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء وطلاب العلم على منابر من نور مر معنا إما أن يكون على الحقيقة هم على منابر من نور يعني على أجسام نورانية أو كناية على منابر من نور هو كناية عن نيره الدرجات الرفيعة والعالية يوم القيامة نعم ذلك لما جاء في الحديث المتحبون في الله على منابر من نور يوم القيامة هذه المنابر من نور كما قلت الآن إما أن تكون على الحقيقة وإما أن تكون على سبيل الكناية يعني على أنهم يحصلون بهذا الحب اللقاء الذي هو على الله عز وجل يحصلون المراتب والدرجات العالية الرفيعة يوم القيامة قال يغبطهم الأنبياء والشهداء كيف يعني يغبطهم الأنبياء والشهداء يعني المراد انتبهه الكلام المراد بهذا الأنبياء يوم القيامة لا يغبطون أحدا يعني هم أعلى الناس رتبة ولكن انظر لهذا التشبيه يغبطهم الأنبياء والشهداء يعني لو قدر للأنبياء أن يغبطوا أحدا لو قدر لهم أن يغبطوا أحدا أو لو قدر للشهداء أن يغبطوا أحدا يوم القيامة لما غبطوا إلا العلماء وطلاب العلم هذا معا إيش؟ يغبطهم عليه الأنبياء والشهداء طبعا ذكرنا أكثر من مرة أن درجة العلماء أعلى من درجة الشهداء أعلى من درجة الشهداء لأنه لو لا العلماء لما كان شهداء العلماء هم الذين يحركون الشجاعة والقوة في نفوس المجاهدين والله تعالى أعلم قال ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيره من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا يعني نبين له أنه لا ينبغي عليك أن تشتغل بالدنيا أنت الآن طالب آخرة فينبغي عليك أن لا تركز اهتمامك لا تنظر لطالب علم عنده سيارة عنده بيت عنده مزرعة عنده مال لا تنظر إليه هذا الأمر الدنيا تأتي الدنيا تأتي واعلم أن الله عز وجل كما قال ابن مسعود وذكرنا هذا كثيرا يقول الباري تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي العلم إلا من أحب فكون الدنيا بين يديك متمتعا فيها يعني هذا لا يدل على أنك عند الله عز وجل في مكانة عالية قال القناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها فإن انصراف القلب عن التعلق عن تعلق الأطماع بالدنيا فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه أجمع لقلبه يعني أدعى أدعى لحصول الطمأنينة لقلبه وروحه هذا أيش يعني أجمع لقلبه وأروح لسره يعني أريح المراد بالسر هنا ماذا؟ الروح وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده يعني أنت عندما تكون طالب علم لا دنيا عندك يقل حاسدوك أما عندك علم وعندك دنيا فهذه تصبح أنت الآن محلا لحسد الحساد قال وأجدر لحفظ العلم وازدياده لأنك غير مشغول بالدنيا ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفان وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى الرابع الأدب الرابع أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه هذا حال المسلمين أفرادا بعضهم مع بعض فكيف بحال المربي مع من يربيه نعم كما جاء في الحديث ويكره له ما يكره لنفسه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الله قال أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلته يعني هذا أنت الآن تقرأ الفقه وغيرك كثير من العلماء يقرأ الفقه هؤلاء الطلب عشرون ثلاثون أربعون خمسة مئة ألف تركوا كل العلماء وجاءوا لمجلسك تخطوا رقاب الناس وأتوا إليك فينبغي أن تكلمهم أن تتواضع لهم أن تحب الخير لهم كما تحب لنفسك وفي رواية إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني هذا من الحب الذي وقر في قلب المعلم المرشد الواعظ المزكي المربي لمن يربيه ولمن يعلمه ولمن يرشده اللهم حققنا في ذلك يا رب اللهم حققنا بذلك يا رب قال وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنوب أن لبعض الناس يقول لطلابه أنتم بمنزلة أبنائه نأتي في وقت المحق لا نراه بمنزلة الوالد وقد نحتاج إليه فهذا يعني من الكلمات التي تصدر على اللسان دون أن تكون حقيقة لها حقيقة في القلب فالأصل أنت أيها الشيخ أن تكون صادقا بهذه الكلمات تقول لطلابك أنتم عندي بمنزلة الولد من الوالد فما تقدمه لأولادك ينبغي أن تكون حريصا على تقديمه لطلابك أيها الشيخ أيها المربي ولا ينبغي يعني أنت لا تطلب غالبا من أبنائك دنيا وكذلك لا ينبغي أن تطلب من طلابك دنيا أنت تريد من أبنائك أن يكونوا أبنائك الصلبيين أن يكونوا أفضل منك أعلى منك رتبة ودرجة هكذا ينبغي أن تطلب وأن تحرص أن يكون طلابك وتلامذتك أعلى منك رتبة وأعلى منك درجة هذا من علامة الإخلاص هذا من علامة الإخلاص قال ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحساد أحبابنا نحن كلاما أقوله لكم أنتم الآن طلاب علم في غدا بعضكم سيسافر إلى بلده والبعض الآخر وما يبقى هنا فيكون عنده طلاب يكون عنده طلاب فاحذر احذر أن تعالم أن تعامل طلابك على غير هذه المناهج أو على غير هذه الأخلاق وهذه الآداب لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الأخلاق التي ينبغي للعلماء هذا الكتاب مولانا والله لا ينبغي لطالب علم قبل أن يشرع في طلب العلم في طلب العلم يبغي أن يأتي الشيوخ والعلماء أن يقرئوا طلابهم هذا الكتب آداب العلم آداب العلماء آداب الطلاب آداب طلب العلم يأتي الطالب مباشرة يريد أن يتعلم الفقه والحديث والمصطلح والعقيد تعلم الأدب الأدب ولكن لأسف بعض الشيوخ لا يرشد طلابه إلى هذا لا يرشد وبعض الشيوخ لا يعلم طلابه إلا أدب التلميذ مع الشيخ أما آداب الشيخ مع التلميذ لا حاجة لها لا حاجة هو يطلب الأدب لنفسه فقط لا حول لا قوة إلا بالله قال والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه من الطالب ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض الأحيان ويبسط عذره بحسب الإمكان يعني كل الشيخ ينبغي أن يراعي حال الطالب ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وطلط يعني هذا الطالب أساء الأدب مع الشيخ تعال يا بني هذا التصرف مع الشيخ لا ينبغي أن يكون هذا عيب هذا خطأ هذا سوء أدب ولكن بلطف وليم لا بتعنيف وتعصف قاصدا بذلك حسن تربيته لأنه لو كان المخطئ ولده لكان مرشدا له وهكذا ينبغي أن يرشد وأن يعلم تلميذه قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة أنه هناك ناس تفهم هناك طلاب يفهمون بالإشارة وهناك أناس كما قال هناك أناس يفهمون بالتلميح فمن الخطأ أن تستعمل معهم التصريح وهناك أناس لا يفهمون إلا بالتصريح ومن الخطأ أن تستعمل معهم التلميح فتراعي حال الطالب والله يا أحبابنا يعني بظن ذكرت لكم هذا أكثر من مرة كان في عندي طالب هذا الكلام قديم من أكثر من عشرين سنة بمجرد يعني وأن هذا يصير معي أكثر من مرة كثير يصير معي يعني مثلا أريد مثلا القلم ربما أقول له أعطيني مثلا الكتاب وأنا أريد القلم أريد القلم ليس الكتاب يسبق على لساني أعطيني الكتاب فيعطيني القلم ولا يعطيني الكتاب أو بمجرد ما أنظر إلى شيء يعلم أني أريده يذهب ويحضره إلي كان عندي هذا الطالب فكان سبحانه وكالكنز صراحة بين يدي أسأل الله أن يوفقه الآن يعني هو يعمل في الدنيا أسأل الله عز وجل أن يكتب له التوفيق الله لا إله إلا الله قال فإن عرف ذهلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى به وراع التدرج في التلطف ويؤدبه بالآداب السانية ويحرضه على الأخلاق المرضية ويصيه بالأمور العرفية يعني يصيه بأن يراعي العرفة وأحبابنا هذا مما ينبغي أن نتعلمه أهلا بعضكم الآن قدمة من بلاد غير مصر الآن هو موجود في غير يعني هو ليس مصريا ينبغي عليه أن يراعي الأعراف البلد الذي هو فيها يعني هذا الفعل الذي تفعله أنت قد يكون عندك في أعراف بلدكم لا شيء فيه ولكن في أعراف هذا البلد عيب إياك أن تفعله كي لا تتهم بقلة الأداب بقلة الأخلاق إذا أنت عندما تقدم تأتي إلى بلد ما تطلب العلم ينبغي أن تلحظ بعين لحظة إن صح التعبير وأن تسمع بأذن وعي الأعراف السائدة ثم تقوم بمراعاتها نعم قال ويصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية جميل جميل يعني يصيه دائما نوس الشيخ الطالب أنه يجب عليك أن تراعي الأعراف التي هي منضبطة مع الشرع ولا قيمة للعرف إذا خالف النصوص الشرعية الأعراف التي يؤيدها الشرع فينبغي لك أن تتمسك بها وأن تنقاد لها جميل هذا الكلام ويصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية الخامس نقرأ الخامس أدب الخامس قال أن يسمح له للطالب بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه لا سيما إن كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه ويحرضه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد تقرأ مع طلابك الكتاب كتابا ما هناك كلمة لفظها تحتاج إلى ضبط تقرأها أنت مضبوطة هم لم ينتبهوا لذلك قل لهم يا أبناء أضبطوا هذه الكلمة تلقي عليهم فائدة قل يا أبناء اكتبوا دوينوا هذه الفائدة هذه ليس من السهولة الحصول عليها ولكن بلطف ولكن بلطف أنا أذكر أن بعض الشيوخ كان يملي على طلابه الفوائد فكان يمليها عليهم بفظاظة وغرضة فكان أكثر الطلاب لا يدونون له فائدة لأنه يلقيها عليهم بأسلوب فظ وغليظ بالطرف الآخر أذكر شيخا من أشياخنا كان كلما يتكلم بكلمة فيها فوائد يرفع الطلاب أيديهم يقول له يا أستاذ إذا تكرمت أعد علينا هذه الكلمة التي قلتها نريد تدوينها اللطف اللطف في التربية في الإرشاد هذا ما يبغي أن يفعله العلماء المعلمون مع طلابهم قال ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة ولذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له يعني الإنسان ما عنده أهلية لقراءة علم الكلام لا تقرئه علم الكلام ما عنده أهلية لقراءة علم المنطيق لا تقرئه علم المنطيق أنت كالطبيب أدرى بحالي تلميذك ومريدك فتعطيه من العلوم ما يناسبه وما يوافقه قال ولذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له لأن ذلك يبدد ذهنه ويفردق فهمه فإن سأله الطالب شيئا من ذلك يا أستاذ ممكن تقرئني أن تقرئني المنطيق إن شاء الله نقرئك ليس الآن ليس الآن وقت قراءتك للمنطيق أنا أعلم ولا يقول له أنت الآن دون المستوى يعني يؤجله يسوفه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه الآن هناك من العلوم من هو أولى له أن يشتغل به وأن منعه إياه منه شفقة عليه ونطف به لا بخلا عليه ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره وقد روي في تفسير الرباني في تفسير الرباني من هو الإنسان الرباني من هو العالم الرباني قال روي في تفسيره وبيان معناه أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره يربي الناس يؤسس طلاب العلم بالعلوم بصغار العلم بالمتون يحفظون المتون ويفهمونها ثم بعد ذلك يعلمهم كبار العلم ثم قال السادس يقف هنا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعفو عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ربنا